ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله براتيم الشارع لا سيما ونحن في أيام شديدة البرودة كما دعا بعض المعلقين إلى ضرورة تنفيذ التعليمات الملكية السامية الموجهة للسلطات لمواجهة آتار موجة البرد والأمطار والتولوج الغريب أن بعض المشردين يرقدون أمام المحطة الطرقية في مشهد مؤلم يعطي لزوار عاصمة الجهة انطباعا سلبيا عن المدينة وعن أعداء المسؤولين بها وفشلهم في التعامل مع الظاهرة هذا وعلمت مصادر إعلامية أن باشا بن ملال عقد اجتماعا موسعا بأمر من والي الجهة من أجل مواجهة ظاهرة الأشخاص المشردين ودراسة سبول نقلهم إلى مراكز الإيواء وتوفير المأكل والمشرب والملبس لهم في انتظار تأسيس جمعية تتبنى العملية في الأعوام القادمة الاجتماع رغم أنه جاء متأخرا إلى أنه خطوة مهمة ستكون لها انعكاسات إيجابية على هذه الشريحة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية موسيقى موسيقى موسيقى